تكلمك بصراحة يعني ناس طول الوقت طول الوقت مش كل الناس بعض الناس تحملوا كل شيء لو في حاجة سلبية هيتحملها كلها لو في حاجة إيجابية بيتحملها الفرقة كلها طبيعا أنا بتكلم كده المفودي يتقالي المدرب لا الحقيقة مش المدرب هو الحقيقة محمد صلاح محمد صلاح تحاول الناس من إنه فكرة إنك تنتقد لعب كرة وده حقك تماما أي وحد بيفرج على كرة ده ممكن ينتقد كريستان ومسي عادي مش مشكلة دي كرة يعني لكن تحاول له هجوم وهجوم أحيانا بيبقى فيه نقران للأداء والمجهود وكل شيء رأيك إيه؟ يعني أنا عايز أقول إن محمد صلاح قيمة كبيرة قيمة كبيرة في كل شيء رمز من الرموز اللي المفروض إحنا كلنا نحافظ عليها ونحافظ عليها لأن الراجل للأمانة ما بيقصرش إحنا الراجل بيبذل أقصى جهد ممكن في الملعب مش شرط إن أنت هو لازم محمد صلاح اللي يجيب يجوان في كل المباراة لازم محمد صلاح اللي يدافع اللي يدافع يشيل الكرة من جوه الجون وهو اللي يصنع الجون هو اللي يروح يجيب الجون لا يا جماعة محمد صلاح بيقوم بالأدوار المكلب بيها بأكثر يعني بأكثر جهد ممكن وبعدين واحد من ضمن منظومة كبيرة جدا فبالله ارحمه محمد صلاح من إحنا لدرجة بقينا بنشكك في الإصابة الأعزابة الأعزابة دي سياسية والأعزابة حاجة أنت متخيل يا جماعة هو محمد صلاح هيسيب الميدان ويطلع لمين أو ليه يا جماعة رفقا رفقا بنجم كلنا بنفخر به وكلنا بنتباهى به والله يا كابتن كارم هقولك حاجة أنا كانت أمنيت حياتي كعب حميد باسيوني أحترف في ليفربول وليفربول بالذات لأن أنا كنت بحب مهاجم هناك زمان وأنا بطلع فت عناية اسمه جون بيرنس طبعا كان لعب كبير جدا كنت بحب نفسي ألعب جنبه أروح فأتخيل لما لعب مصري أنا ومرا أسمع منك المعنوات والله العظيم تلاتة زي ما أحكي لك حلمي فأتخيل لما لعب مصري بقيمة محمد صلاح هو بقى الرمز ليفربول وبقى رمز عفضة اللعبة في العالم فليه بنيجي على رمزنا وليه بنيجي على النمازج الجميلة المشرفة هل محمد صلاح عشان ما لعبش في الأهل وفي الزمالك الناس مباح إنه يقولوا فيه أي حاجة لا يا جماعة اتكلم في عبد حميد بس هنا في الكور قل إنه النهاردة كان مش في حالته الفنية إنه النهاردة كان عنده أحسن من كده ومرضوط فن عالي ما تقدمشي قلوا حاجات في الكور إنما ما تقللوش من قيمة محمد صلاح وما تجوش على محمد صلاح لأن محمد صلاح قيمة كبيرة ولعيب كبير ومش هو اللي يسيب الميدان لأي سبب من الأسباب إلا إذا كانت الإصابة كبيرة أو حجم الإصابة كبيرة إنه خرجوا من الميدان والناس كلها بتحبوا وزميله بيحبوا وكل ما هو في المنتخب بيحبوا صحيح فأتمنى إن الناس ما تطلعش حاجات وتقول حاجات وتحمل نجم كبير دافع عن عالم منتخب مصر كتير ولسه هيدافع كتير فبنتمنى له كل التوفيق والسلام ويرجع لنا إن شاء الله إن شاء الله فعرب وقت في إذن الله فكل التحية والتأديل لكابتل محمد والكل نجمنا في المنتخب طبعا واحدة من المميزات العظيمة جدا في قائمة منتخب مصر لما تم إعلانها لكاس الأهم الأفريقية قلنا إن إحنا عندنا وفرة في لعبي وسط الملعب وأصبحت الآن معضلة الناس بيتقول ليه فلان بيلعب وليه فلان ما بيلعبش وليه كان ده أحسن ودي ده كان ده أقل وفي دايما توهان وإحنا ما زلنا عندها توهان في نص الملعب إيه الأفضل لمنتخب مصر في وسط الملعب يمكن أنا قلت دايما إحنا الطريقة اللي بيتناسبنا إن إحنا نلعب برقم 6 وأي إن كان رقم 6 أنا قلت لك مفيش خلاف ما بين إن إني ما بين حمد فتحي ما بين مروان عطية أيا كان اللي موجود ولازم نلعب بـ 8 8 دول يا كابتن كريم بيدونا حاجات كتيرة كتا الأفضلية الأفضلية في إنهم اللي 2 هيدوك زيادة في الحتة الهجومية هيبقى عندك 2 موجودين دايما باستمرار مع التلاتة اللي قدام يبقى أنت معك كده 5 في الحتة الهجومية مع الباك العكسي اللي هو بيتبقى من نحيطه الكرة فبتهاجم بـ 6 لعبين وده عدد كبير جدا 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 وبيمثلك شرصة كبيرة في الحتة الهجومية هيبقى في الحتة الدفاعية في التأمين بيتفضل معك الباك العكسي مع السردباكين مع الديفندر الرباعي ده مسؤول عن تأمين الـ 6 دول هيبقى طيب لما بيحصل إن الكرة بتتقطع منك وترجع عليك فبيرجع التمانيتين بأسرع ما يمكن بوكس تو بوكس يرجعوا وراء يبقوا موجودين مع رقم 6 فبيبقى فيه 3 قدامك بيدفعوا مع الرباعي اللي وراء فبيبقى عندك 7 في الحتة الدفاعية فإذن بتديك توازن ما بين الحتة الهجومية والحتة الدفاعية إحنا ما بنختارش الأمثل فكل واحد فينا هييجي يقول انت رأيك هيقول لك ممكن يقول واحد واثنين تانين مختلفين إنما أنا من وجهة نظري إن لما يبقى موجود مروان عطية أو محمد النين أو حمد فتح أنا بقولكش أيها واحد في الثلاث يقوم برقم 6 كما يجب أن يكون ويدي فرصة لزيزو وإمام عشو مثلا اللي اتنين دول اللي اتنين دول هيدوك أفضلية مع صلاح مع ترزيجي أو عمر مرموش أو مصطفى هيدونا شراسة كبيرة وإحنا محتاجينها الماتش اللي جاي طيب واحد من اللعبين اللي تلاموا في المباراتين اللي فاتوا وأكيد أنت بتسمع نقضي طول الوقت ضده محمد النين تمام وبدأت الناجسة المحمد النين ما ينفعش يلعب رقم 6 ممكن تلاقي محمد النين رقم 2 أو ما تلعبوش أصلا وليه مصمم على محمد النين رقم 6 أنت تقييمك إيه محمد النين تحديد إحنا لو قيمنا كل واحد يا كابتن كريم التقييم حيظلم اللعيبة لأن إحنا مقدم الحالة الحالة بتاعت الفريق كله ما بتديلكش أفضلية دين تتقييم فلا صح أو يعلم فبالتالي حظلم الكل إنما إنما اللعيبة بنقول إنها لسه ما وصلتش إلى حالة الفنية العالية اللي إحنا بنتمنها إنما يبقى محمد النين اللعب من اللعيبة المهمة جدا جدا أنا شايف أنا شايف من وجه نظري في المباراة اللي جاية كبرت لازم يكون لو حمد فتحي موجود في رقم 6 وهو الأفضل في الفترة دي لأنه هو لعب المطشين عنده آآ لقا عالية وعنده أمور كتير لازم زيزو وإمام اللي اتنين يكونوا موجودين ثمانيتين مع آآ عمر آآ مع آآ صلاح لو ربنا كرمه نا خلال صلاح مش موجود المطشين عنده مطشين مش هلعبهم للعسى في المطش ده والمطش اللي بعد نستغل زيزو في المكان مكان محمد صلاح في الحتة اليمين ترجمة نانسي قنقر